السلام عليكم. اليوم سنقدم لكم كيش بدون عجين. نستعمل بطاطا 800 كرام بطاطا قطعت مكعبات صغيرة فلفل قطعتهم مربعين البصلات كبيرة ستطل بيضات كمية محددة ستطل بكفتة و الملحة ستطل بكفتة الزعطرية ستطل بكفتة ستطل بكفتة الزعطرية ستطل بكفتة مزود الفلفل حارة في بلاسة البزار و الفلفل أسود ستطل بكفتة قليل من التوم ستطل بكفتة 80 ملل حليب و الفرماج 80 جرام ستطل بكفتة لنقص ختلاف ستطل بكفتة الزعطرية ستطل بكفتة و تكفتة ستطل بكفتة لنقص و نضيف خبز بطاطة و نضيف ستطل بكفتة حيث ستطل بكفتة ستطل بكفتة الماء و لا يحتاج لنقص و نقص من المكامل لنقص نقص و نقص و نقص و نلوى و نقص نقص و نقص و نقص و نقص و نقص من المغض و نقص من المغض و نقص و نقص و قليل من زعطر يابسة و نقص يقص حيث لنقص سفورية للبيض و لنقص أن تقص الثومة كونجلة لذلك نقص و نقص موا و نسرح و نقص حيث كونجلة و نقص و نصرح عجين و نقص و نقص و نخرج و نخرج و نقص للجناب و نخرج و نقص جميع و نقص اخر نضيف حشوة الزيت نضيف البصلة نضيف الملح نضيف الفلفل و نضيف القرجة هذه الخضر لا يمكنك التعود بخضر يمكنك التنوع في الخضر فقط فكرة ولكن ليس ضرورة مقيدين بهذا الخضر نضيف لها العطرية للحوت نضيف حوتم ثم اضيف حوتم نضيف حوتم نضيف حليب الفلفل نضيف الفلفل نضيف حليب الفلفل نضيف الفلفل طيب ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهلم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويوعد أولس أترى الإنسان بها دم يتغير أو تدرب من يستهدين يسأل يتأمل يتفكر سوف ننضع دمين في الفرنة ونرى 20-25 دقائق حتى نشاء بها رهي الطابت ونرى ما ندخل لها الموس ونشوفوش بقي فيها اللي كيد من الداخل ولله وهذا هو الشكل النهائي ديالها كتجي صراحة كتجي رائعة خفيفة وسهلة في التحضير نتمنى زعما تنال إعجاب ديالكم ما تبخلوش إلينا بلي لايكوا بالتعليقات وبالنسبة الناس اللي مازال ما شتركوش في القناة واللي كيشوفوا القناة لأول مرة نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد لا عندكم شي سؤال خليوه لي في التعاليق وإن شاء الله غد نكون عند رهن الإشارة ديالكم إلا عندكم شي عندكم شي اقتراحات ولا شي شي وصفات لبغيتون نقدمها لكم في الفيديو خليوها لي في التعاليق وإن شاء الله غد نحاول نديرها في الفيديوهات القادمة بارتجوا الفيديو مع الناس اللي كتعارفوا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم